بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون أيها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان حديثا آخر من أحاديث كتاب الشهاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة هذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه أيضا عن علي الخطيب البغدادي في تاريخه والخرائط في مكارم الأخلاق والديلم في الفردوس وغيرهم كما أخرجه الإمام أبو داود من حديث جابر بلفظ فيه زيادة والحديث من حيث درجته حسن مقبول بمجموع طرقه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة أن صلاح المجالس وحسنها وشرفها إنما يحصل بأمانة الحاضرين على ما يقع فيها من قول أو فعل فلا يشيع أحد منهم حديث جليسه وفيه ندب منه صلى الله عليه وسلم إلى ترك إعادة ما يجري في المجالس من قول أو فعل فكأن ذلك أمانة عند من سمعه ورآه هذا الحديث من جوامع الكلم النبوي وفي لفظه الوجيز من الفوائد الجليلة والمعاني النفيسة ما لا يخفى وقد وقف أهل العلم عند جملة وافرة منها من ذلك التحذير من النميمة قال بعض الشراح أراد صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجلس إلى القوم فيخوضون في حديث ربما كان فيه ما يكرهون فيأمنونه على سرهم فذلك الحديث كالأمانة عنده فمن أظهره فهو قتات أي نمام وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام والذي أوجب للنمام هذا الوعيد الشديد ما يفضي إليه مشيه بين الناس بالنميمة ونشر حديثهم وأقوالهم بسوء قصد من الشناءان المؤدي إلى العداوة والقطيعة بين الإخوان ومن المعاني المستفادة من الحديث أيضا أن الأمانة لا تكون فقط في الأمور المادية ولا تختص بالنقد والأموال والأمتعة والأشياء العينية التي يودعها الناس عادة عند من يطمئنون لنزاهته وأمانته بل الأمانة كما يفهم من الحديث الشريف تشمل الأمور المعنوية كذلك فالكلمة يسمعها الرجل من أخيه في مجلس جمعهما أمانة والسر يفضي به الرجل إلى أخيه أمانة عند السامع وأداء هذا النوع من الأمانات يكون بصيانتها وحفظها من الإفشاء والإذاعة واستعمال لفظ الأمانة في هذا المعنى وردت به السنة الشريفة في غير ما موضع من ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صور الأمانة ومعانيها إسناد الأمور إلى أهلها أما إلى غير أهلها فذلك إضاعة لها وفي قوله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة دعوة إلى قول الخير ونشره في المجالس وذلك باختيار الجليس الصالح قال أبو بكر العامري الواعد وهو أحد شراح الشهاب وفيه أي الحديث إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة وتجنب أهل الخيانة وإلى هذا المعنى أيضاً ذهب الحافظ محمد بن منصور السيج الماسي فقال في سياق شرحه للحديث يحتمل هذا الحديث معنيين أحدهما أن لا يبث الرجل حديث القوم فيما بينهم الذي شاركهم فيه والثاني أن يريد بذلك الحظ على بث الخير في مجالس الجماعات ألا ترى أنه جاء في الأثر أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه النساء بقبيح ويصان مجلسه عن الرفة وما يقبح ذكره ومن ذلك أيضاً والكلام للسيج الماسي قوله صلى الله عليه وسلم في القوم المجتمعين في الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فالمجلس المبارك يحضره الأماناء الثقات الذين لا يتكلمون إلا في الخير بل كانت العرب في الجاهلية تفخر بمجالسها التي خلت من قبيح القول وتمدحها حتى قال شاعرهم ليست مجالسنا تقر لقائل زيغ الحديث ولا نثى الفحشاء ونثى الرجل الفحشاء بمعنى أشاعها وقال آخر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا ومن بديع ما قيل في هذا المعنى قول طرفه نزع الجاهل في مجلسنا فترى المجلس فينا كالحرم وقد نهان الله تعالى أن نقعد في المجالس التي غلب عليها ما لا يليق فقال سبحانه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وفي الحديث أيضا الحث على أدب المجالسة والحظ على حقوق الجليس قال في المواهب اللدنية ففي هاتين الكلمتين أي المجالس بالأمانة من الحمل على آداب العشرة وآداب الصحبة وكتم السر وحفظ الود وحسن الأهد وإصلاح ذات البين والتحذير من النميمة بين الإخوان الموقعة للشنآن ما لا يكاد يخفى على مبادئ الأذهان وحفظ السر من أعظم البر وإفشاؤه من أقبح الشر وقد قيل صدور الأحرار قبور الأسرار قال أبو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه ليس لأحد أن يتحدث بحديث أخيه إلا أن يستأذنه إلا أن يكون فقها أو ذكرا بخير وفي رواية له عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن يأثر عن مؤمن أو قال عن أخيه المؤمن قبيحة وقال القاضي أبو الحسن الماوردي إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه لا يخلو عن الخيانة والنميمة وأنشد ابن السمعاني لشيخه الحافظ أبي القاسم بن عساكر في صاحب له خانه في سر أفضبه إليه وصاحب خان ما استودعته وأتى ما لا يليق بأرباب الديانات وأظهر السر مختالا بلا سبب وذاك والله من أوف الجنايات أما أتاه عن المختار في خبر أن المجال ستغشى بالأمانات ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر ما رواه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة أي إذا حدث الرجل عندك أو عند أحد الحديث الذي يريد إخفاءه ثم فارق المجلس فحديثه هذا حكمه حكم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعته وفي حديث المرسل من مراسل أبي بكر بن عمر بن حزم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره أخي المستمع أختي المستمعة كما سبقت الإشارة فقد روى حديث المجالس بالأمانة أبو داود في سننه بلفظ فيه زيادة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حله والمراد كما قال البيضاوي أن المؤمن ينبغي له إذا حضر مجلسا ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم ولا يشيع ما يرى منهم إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة فإنه فساد كبير وإخفاؤه ضرر عظيم فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز كتمه بل يجب إعلامه وحرمة غير المسلم دما ومالا وعرضا كحرمة المسلم وأكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى مرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه وفي رواية أخرى من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن سبب أمر وقع بينه وبين زوجته فقال قبيح بالرجل أن يفشي سر أهله ثم سئل رضي الله عنه عن سبب طلاقها فقال لا يحل الكلام في من هي أجنبية عني مستمعي الأعزاء لقد وعى أكابر أمتنا من أهل العلم والصلاح حديثه صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة وعملوا بمقتضاه ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت وما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس رضي الله عنه للراوي عنه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا تابت وفي رواية عنه أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فما حدثت به أحدا بعده ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به وأم سليم هي أمه رضي الله تعالى عنهما وفي الخبر دلالة على كمال خلق أنس رضي الله عنه ورجاحة عقله مع صغر سنه وعن أبي الضرداء رضي الله عنه أنه كان يقول من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه وحكى عثمان بن الأسود قال قلت لعطاء الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم أن أخبره؟ قال لا المجالس بالأمانة وقال العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما إني أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمك على الأشياخ فاحفظ مني خمسا لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحد ولا يجربن عليك كذبا ولا تعصين له أمر ولا يطلعن منك على خيانه وجاء في ترجمة قاضي القضاة أبي محمد الحسن بن المحدث محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي أحد العلماء الأجواد وكان يضرب بصخائه المثل وهو من بيت رئاسة وإمرة وعلم وجدهم هو الصحابي الجليل عتاب بن أسيد الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة لما خرج إلى غزوة حنين جاء في ترجمته رحمه الله أن الخليفة المعتزة بالله كان يقول ما رأيت أحدا أفضل من أبي الحسن بن أبي الشوارب ولا أحسن وفاء ما حدثني قط فكذبني ولا اتمنته على سر أو غيره فخانني مستمعي الأعزاء لقد أضحى اليوم للطلاع على أحاديث الناس وتوثيقها صوتا وصورة حتى داخل الفضاءات المغلقة أمرا في غاية السهولة واليسر بسبب التطور المهول الذي عرفته التقنيات في مجالي الإعلام والتواصل وكثيرا ما نقرأ في الصحف والمنابر الإعلامية المختلفة أخبارا عن تعرض أشخاص من عامة الناس وخاصتهم لانتهاكات طالت حياتهم الخاصة بكشف أسرارهم ونشرها وإظهار المعطيات والتفاصيل الشخصية التي لا يجوز أن يطلع عليها أحد بغرض إحراجهم وفضحهم والتشهير بهم وهذا ولا شك من الأعمال المرفوضة دينا وخلقا لما تنطوي عليه من الإذاية المحققة والضرر البليغ على الأفراد والأسر والمجتمع وقد عمدت كثير من الدول ومن بينها المملكة المغربية الشريفة إلى سن التشريعات المناسبة والقوانين الملائمة التي تكفل حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة من أي اعتداء ناشئ عن سوء استخدام الوسائل التقنية الموجودة بين أيدينا والعاقل أخي المؤمن من امثثل حديثه صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة واتخذه واعضا وزاجرا عن المساس بحرمات الغير قبل وازع القانون والسلطان فلو استقام الناس لا استراح القاضي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكريم اللبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج كريمة بنكس اشتركوا في القناة